انهيار يتلوه انهيار هكذا بدت عليه العملة المحلية في البلاد بعيد انقلاب الميليشيا على الدولة منذ نحو ثلاثة عوام حيث وصل سعر العملة المحلية في تداولات اليوم إلى أكثر من أربعمائة ريال للدولار الواحد ليبلغ أدنى معدل له في تاريخه انكفاض من المرجح أن يكون أكثر تسارعا في ظل غياب مؤشرات دعم احتياطي النقد الأجنبي الذي تآكل بفعل ممارسات الميليشيا يقول مراكبون ان قرار البنك المركزي بتعويم العملة المحلية ساهم بشكل أسرع في تدهور العملة الأمر الذي قد يسبب ارتفاعا في الأسعار نتيجة التضخم الذي يسببه هبوط العملة قرار من المتوقع أن يلقي بظلاله على الوضع الاقتصادي في البلاد التي تعاني وضعا إنسانيا صعبا بسبب الحرب وهو ما قد يضاعف من معاناة الملايين من المواطنين وإلى قبل عام ونصف كان البنك المركزي قد ثبت سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار إلى نحو 250 ريالا في محاولة منه لدعم السلاع الأساسية إلا أن جهوده تلك لم تنجح بسبب تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي ونشوء سوق سوداء للعملة الصعبة الأمر الذي دفعه لتحرير سعرها وتثبيتها بنحو 370 ريالا ومع تحرير سعر العملة المحلية واعتمادها على سياسة العرض والطلب فإنه يخشى أن ينخفض سعرها إلى مستويات قياسية تجر ماءها الاقتصاد والمواطنة نحو مآلات كارثية وأدى تآكل الاحتياطي العام للبلاد على يد الميليشيا إلى عجز الحكومة والبنك عن معالجة ذلك نتيجة عدم قدرتهم على تحصيل الموارد المالية سواء في المناطق المحررة أو تلك التي تخضع لسيطرة ميليشيا الانقلاب ساهم في ذلك تخلي دول التحالف العربي عن القيام بواجبها تجاه تدهور العملة من خلال دعم الاحتياطي العام ما قد يؤدي وفك مراكبين إلى انهيارها كليا ودخول البلد في أزمة قد لا تجد طريقها للحل قريبا اشتركوا في القناة